اشتركوا في القناة تقول على ان جبل النبي شعيب سمي بهذه تسمية نسبة الى النبي شعيب بن مهدم بن ذي مهد الحضور وهو يختلف عن شعيب مدين وبحسب الهمدان فقد ارسل الى اهل مخلاف حضور لكنهم قتلوه فارسل الله بخت نصر الذي دمر بلادهم يعتقد ان قبره يقع على قمة الجبل ويسمى الجبل ايضا بجبل حضور لانه يقع في منطقة مخلاف حضور الموقع والارتفاع يقع جبل النبي شعيب بالقرب من العاصمة صنعاء في محافظة صنعاء مديرية بني مطر الى الغرب منها وهو اعلى قمة في الجزيرة العربية وبلاد الشام وهو على طريق صنعاء الحديدة لكن من وجهه الغربي فهو جبل ضخم يرتفع من حوالي 1500 الى 1600 متر وهو ما يعادل 4900 الى 5200 قدم عن اسفله هذا الجانب من الجبل يعترض السحوب المثقلة بالامطار مما يجعل هذا الجانب خصبا نسبيا ويعرف هذا الجبل ايضا بجبل حضور ويبلغ ارتفاعه 3670 متر على مستوى سطح البحر ويتضمن هذا الجبل اثار وهي مسجد وقبة يقال ان بها ضريح النبي شعيب وهو من اعلى القمم من حيث البروزة الضغرافي في العالم وثالث ابرز القمم في الشرق الاوسط يبلغ عدد سكان جبل النبي شعيب 4615 نسمة حسب تعداد 2004 جبل النبي شعيب يعتبر ايضا اعلى قمة في الجزيرة العربية كما قلنا وبلاد الشام التكوين الجيولوجي لجبل النبي شعيب يعتبر جبل النبي شعيب من الجبال التي تقع من ضمن المنطقة الجبلية الوسطى وهو عبارة عن جبل تكون بفعل البراكين الثلاثية اي انها تكونت نهاية الزمن الثالث الجيولوجي والعصر الذي يسمى بالنيوجين ويعتبر جبل النبي شعيب من ضمن سلسلة الجبال الغربية التي تشكلت بفعل الثورات البركانية التي عقوبت الانكسار الاخدودي والذي شكل البحر الاحمر نهاية الزمن الثالث وهذه السلسلة تمتد من منطقة عسير في المملكة العربية السعودية حتى باب المندب في الجنوب وقد تشكل الجزء الغربي منها انطلاقا من البحر الاحمر اثناء ثوران كتلة القشرة الارضية التي عرفت باسم هورست اي ظهور المرتفعات النافرة عبر حركات تكتونية عمودية نتجت عنها تضارس هذه الجبال نتيجه لعملية تعريه قوية متابينة بحسب طبيعة الصخور الطفن البركانية المتماسكة الجرانيتية هو التكوين الرسوبي تخترقها وديان عميقة حيث تنتهي الوديان الغربية في سهل تهامة بينما تصب الوديان الجنوبية والشرقية في خليج عدن الحرارة واشكال التساقط الامطار على جبل النبي شعيب تنخفض الحرارة على جبل النبي شعيب الى دون الصفر مئوية من بداية شهر ديسمبر وتستاد البرودة شدة ابتداء من الحادي والعشرين من ديسمبر بداية فصل الشتاء وتعامد الشمس على مدار الجدي الى نهاية شهر يناير وقد يستمر البرد الشديد على الجبل الى منتصف شهر فبراير وفي هذه الفترة يحصل احيانا تساقط الثلوج على سفحه ويكتسي الجبل باللون الابيض وتكون السحب الركامية البيضاء المنطرة هو المزن الركامي السوداء ابتداء من شهر فبراير وقبيل فصل الربيع في شهر مارس ويستمر هذا التشكل للسحب المنطرة الى نهاية فصل الصيف ختاما لكم من التحية احمد العامري احمد العامري